الآن فسننتقل إلى التمرين الرابع يمثل كل شكل نشرا لأسطوانة قائمة فالشكل الأول هو لأسطوانة قائمة ارتفاعها 28.26 متر وقطر القاعدة يساوي 9.5 متر أما الأسطوانة الثانية فقطر القاعدة يساوي 12 سنتيمتر أما الارتفاع فهو 18.84 سنتيمتر والمطلوب هو أن نحسب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لكل أسطوانة سنبدأ بالسؤال الأول المساحة الجانبية للأسطوانة رقم واحد فكما سبق وأن رأينا بأن المساحة الجانبية للأسطوانة يمحيط القاعدة في الارتفاع بمعنى 3.14 في القطر في الارتفاع الذي هو 28.26 متر فبعد أن ننجز التطبيق العدد سنحصل على 842.9958 متر مربع بعد ذلك سنحسب المساحة الكلية والمساحة الكلية هي المساحة الجانبية إضافة إلى المساحة القاعدتين بمعنى المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين 2 في 3.14 في 4.75 متر في 4.75 متر 4.75 متر يمثل شعاع القاعدة لأن القطر هو 28.26 متر فبعد أن نقسم 28.26 متر على 2 سنحصل على 4.75 متر على ذلك نجمع المساحة الجانبية ومساحة القاعدتين ونحصل على 984.6883 متر مربع ثم السؤال الموالي المساحة الجانبية للأسطوانة الثانية فنفس الطريقة سنتبعها بضرب محيط القاعدة في الارتفاع بمعنى 3.14 في 12 سنتيمتر في ارتفاع الأسطوانة الثانية الذي هو 18.84 سنتيمتر ونحصل على 709.8912 سنتيمتر مربع هي المساحة الجانبية للأسطوانة الثانية فبعد أن وجدنا المساحة الجانبية سنحسب المساحة الكلية للأسطوانة الثانية فالمساحة الكلية للأسطوانة الثانية هي المساحتها الجانبية إضافة إلى مساحة القاعدتين والتي هي 2 في 3.14 في 6 سنتيمتر في 6 سنتيمتر ف6 سنتيمتر هو قياس شعاع قاعدة الأسطوانة الثانية فبعد أن ننجز التطبيق العددي سنحصل على 935.9712 سنتيمتر مربع هي المساحة الكلية للأسطوانة الثانية التمرين الخامس أحسب المساحة الجانبية للمشور القائم مع العلم أن هذا المشور القائم قاعدته عبارة عن مضلع خماسي يعني له 5 أضلع 1, 2, 3, 4, 5 بحيث قياس الضلع عب 7 سنتيمتر وقياس الضلع 6D 4 سنتيمتر أما ED فهو 8 سنتيمتر وFG 6 سنتيمتر وEH 5 سنتيمتر إضافة إلى أن ارتفاع هذا المشور القائم هو 10 سنتيمتر إذن لحساب المساحة الجانبية لهذا المشور القائم سنضرب محيط القاعدة في الارتفاع أما محيط القاعدة فنحصل عليه بجمع أطوال أضلع القاعدة أي 4 سنتيمتر زائد 8 سنتيمتر زائد 7 سنتيمتر زائد 6 سنتيمتر زائد 5 سنتيمتر في ارتفاع هذا المشور بعد إنجاز التطبيق العددي سنحصل على 300 سنتيمتر مربع هي المساحة الجانبية لهذا المشور التمرين السادس موشور قائم ارتفاعه 11.5 متر وقاعدته متوازي أضلع ABCD حيث AB 7 متر وBC 5 متر أنشئ تمثيلا لهذا الموشور القائم ثم أحسب مساحته الجانبية إذن بعد أن ننجز إنشاء لهذا الموشور القائم سنحسب مساحته الجانبية فالمساحة الجانبية للموشور القائم هي محيط القاعدة في الارتفاع ومحيط القاعدة هو طول هذا الضلع زائد طول هذا الضلع في 2 بمعنى 7 متر زائد 5 متر في اتنان في ارتفاع هذا الموشور القائم الذي هو 11.5 متر ونحصل على 122 متر مربع السؤال السابع يقول أنقل وأملأ الجدول التالي المتعلق بأسطوانات قائمة فلملء الجدول سنحتاج إلى قاعدة حساب المساحة الجانب للأسطوانات القائمة والتي هي 3.14 في اتنان في الشعاع في ارتفاع الأسطوانة القائمة وأيضا المساحة الكلية للأسطوانة القائمة والتي هي المساحة الجانبية زائد اتنان في مساحة القاعدة وبعد إنجاز التطبيقات العددية المناسبة سنحصل على 565.2 سنتيمتر مربع هي المساحة الجانب للأسطوانة الأولى أما مساحة قاعدتها فهي 113.04 سنتيمتر مربع في حين أن المساحة الكلية لهذه الأسطوانة هي 8791.28 سنتيمتر مربع ننتقل إلى الأسطوانة الموالية فنحصل على 10 سنتيمتر هو طول الشعاع أما المساحة الجانبية 1632.8 سنتيمتر مربع في حين أن المساحة الكلية لهذه الأسطوانة هي 2260.8 أما الأسطوانة الثالثة سنجد أن شعاعها هو 5 سنتيمتر ومساحة قاعدتها 78.5 سنتيمتر مربع و863.5 سنتيمتر مربع هي مساحتها الكلية أما الآن فسننجز التمرين الأول أنشطة الدعم والتقوية أحسب المساحة الجانبية والكلية للموشور القائم فهذا الموشور القائم قاعدته عبارة عن متلة ارتفاعه 5 سنتيمتر أما طول هذا الضلع فهو 5.8 سنتيمتر وهذا الضلع 7.8 سنتيمتر في حين هذا الضلع 9 سنتيمتر أما ارتفاعه فهو 7 سنتيمتر أولا المساحة الجانب للموشور القائم والتي هي محيط القاعدة في الارتفاع والقاعدة كما سبق وانشرنا عبارة عن متلة وبالتالي محيط هذا المتلة ومجموع طول أضلعه بمعنى 5.8 سنتيمتر زائد 7.8 سنتيمتر زائد 9 سنتيمتر في ارتفاع الموشور القائم ونحصل على 158.2 سنتيمتر مربع هي المساحة الجانبية للموشور القائم أما المساحة الكلية للموشور القائم فنحصل عليها بجمع المساحة الجانبية ومساحة القاعدتين أي 158.2 سنتيمتر مربع والتي هي المساحة الجانبية للموشور القائم زائد 2 في مساحة المتلة والتي هي القاعدة في الارتفاع على 2 أي 9 سنتيمتر في 5 سنتيمتر على 2 وبعد إنجاز التطبيق العددي سنحصل على 203.2 سنتيمتر مربع للمساحة الكلية لهذا الموشور القائم التمرين الثاني في أنشطة الدعم والتقوية يقول موشور قائم ارتفاعه 7.5 ديسيمتر وقاعدته مربع ومساحته الجانبية 150 ديسيمتر مربع أنشئ تمثيلا لهذا الموشور القائمي وأحسب مساحته الكلية إذن لإنشاء تمثيل لهذا الموشور القائم سنحسب طول ضلع قاعدته والتي عبارة عن مربع فلدينا مساحته الجانبية تساوي 4 في طول ضلع القاعدة في 7.5 ديسيمتر والذي هو ارتفاعه هذا الموشور فكما في المعطيات لدينا 150 ديسيمتر مربع هي المساحة الجانبية لهذا الموشور تساوي 4 في طول الضلع 4 في طول الضلع ومحيط القاعدة في الارتفاع فطول الضلع يساوي 150 ديسيمتر مربع على 4 في 7.5 ديسيمتر والتي هي 30 ديسيمتر ثم نجد 5 ديسيمتر وطول ضلع القاعدة إذن بعد أن وجدنا طول ضلع القاعدة والذي هو 5 ديسيمتر سنحسب المساحة الكلية للموشور القائم فالمساحة الكلية للموشور القائم لمساحته الجانبية والتي هي 150 ديسيمتر مربع زائد مساحة القاعدتين فسنحسب مساحة القاعدتين القاعدة عبارة عن مربع طول ضلعه 5 ديسيمتر إذن سنضرب 5 ديسيمتر في 5 ديسيمتر في 2 ونحصل على 50 ديسيمتر مربع ونضيفها إلى 150 ديسيمتر مربع الذي هو المساحة الجانبية للموشور القائم ونحصل على 200 ديسيمتر مربع هي المساحة الكلية للموشور القائم التمرين الثالث أسطوانة قائمة ارتفاعها 12 ديسيمتر وشعاع قاعدتها 3 ديسيمتر أنشئ تمثيل لها وأحسب مساحتها الجانبية ومساحتها الكلية أولا المساحة الجانبية لهذه الأسطوانة هي محيط القاعدة في الارتفاع 3.14 في 2 في 3 ديسيمتر في الارتفاع الذي هو 12 ديسيمتر فنجد 226.08 ديسيمتر مربع أما المساحة الكلية فهي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين والتي هي 2 في 3.14 في 3 ديسيمتر في 3 ديسيمتر وبعد إنجاز التطبيق العددي سنحصل على 282.6 ديسيمتر مربع هي المساحة الكلية لهذه الأسطوانة